بذريعة التوازن رسخت أركان المحاصصة الطائفية في العراق منذ عام 2003 وتقاسمت الأحزاب كل شيء في البلاد فلم تستثنى مؤسسة عسكرية كانت أو مدنية خدمية أو حتى حقوقية وإنسانية من هذا النظام الذي أوصل البلاد إلى حافة الهاوية فبعد فضيحة نشر وزارة الدفاع قوائم بأسماء طلبة المقبولين للالتحاق بالكلية العسكرية وقد أدرج فيها حقل المذهب تداول ناشطون عدة وثائق أكدوا فيها أن التحاصص بلغ مداه وأصاب وزارات ودوائر عدة مثل وزارة الثقافة وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الإنسان وأخريات لا تعصف أزمة سياسية بالعراق من دون استثكار ما بات يوصف اصطلاحا بإرث بريمر في إشارة إلى الحاكم الأمريكي للعراق عقب الغزو عام 2003 ويحمل مراقبون برايمر جملة الأخطاء التي تسببت بتعثر العراق على طريق الوصول إلى الاستقرار أبرزها حل الجيش العراقي السابق والأجهزة الأمنية وسن المحاصصة الطائفية في العملية السياسية عبر مجلس الحكم ودعم أحزاب وقوا بعينها وتشكيل لجنة لكتابة دستور ارتكزت عليه الكتل السياسية لمواصلة فسادها ناهيك عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريع قوانين عرفية مؤقتة ما زال معمولا بها حتى الآن مجلة التايم الأمريكية أكدت في تقرير لها أن واشنطن مضت بتحويل المحاصصة نهجا مؤسساتيا تصاغ عليه كل المؤسسات في العراق بما فيها الجيش والشرطة والوزارات وكل هذه المؤسسات فقدت قدرتها على تقديم الخدمات للناس على أساس انتمائهم للوطن قبل كل شيء واتضحت هزالة قوات الجيش اللاحق الذي تأسس بعد انهاء الخدمة الإلزامية فيه بدلا من ذلك برزت الميليشيات الطائفية لتحل محل الجيش وقوات الأمن الحكومية ولتعمق تقسيم المدن والمناطق بحسب الهوية الطائفية وليمارس زعماؤها أبشع صور الانتهاكات بذريعة الحفاظ على خط المقاومة والممانعة التي لم يحصد منها العراقيون سوى الموت والدمار شكرا